السلام عليكم عشاق الكرة المستديرة مرحبا بكم في موقع كرة 11 أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الخميس تعاقده مع الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو البالغ 28 عاما قادما من انتر ميلان الإيطالي بعقد لمدة 5 مواسم حتى صيف 2026 وجاء في البيان عاد لوكاكو وهو واحد من أبرز المهاجمين في كرة القدم الأوروبية إلى النادي الذي كان يشجعه صغيرا ليكمل مهمة لم ينتهي منها بعد حيث سبق له اللعب لتشيلسي في الفترة بين 2011 و2014 وأفاد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو بأن لوكاكو انضم إلى تشيلسي من انتر مقابل 115 مليون يورو وسيحصل على أجر سنوي يبلغ 12 مليون يورو إلى جانب الإضافات ويعود لوكاكو بالتالي إلى البولوزي بعد عشر أعوام من انضمامه غليه للمرة الأولى قادما حينها من أندر لخة البلجيكي وشارك لوكاكو في الفترة الأولى مع تشيلسي في 15 مباراة دون أن يسجل أي هدف ليرحل إلى إيفرتون عام 2014 ويعول تشيلسي على لوكاكو كثيرا في مساعدة الفريق على التتويج باء البريميرليغ هذا الموسم بعدما عان الفريق اللندني كثيرا تهديفيا خلال الموسم الماضي ونجح لوكاكو في تسجيل 47 هدفا في 72 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي على مدار موسمين وسجل بقميص النيراتزوري 64 هدفا في 95 مباراة في مختلف المسابقات وفي الموسم الماضي سجل لوكاكو 24 هدفا في الكاليتشيو وساهم في تتويج إنتر ميلان بلقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 11 عاما وسيلعب لوكاكو مع المغربي حكيم زياش الذي بدأ الموسم بنجاح وسجل الهدف الوحيد في نهائي السوبر قبل أن يخرج مصابا في كتفه ومن المتوقع أن يجري زياش فحوصات اليوم لتحديد مدى خطورة الإصابة ومن المحتمل أن لا يشارك زياش ولوكاكو في أول مباراة لتشيلسي ضد كريستال بلاص السبت المقبلة لحساب الجولة الأولى من الدوري الأنجليزي الممتاز ترجمة نانسي قنقر